اشتركوا في القناة لماذا يعود إلى سرعته الطبيعية بعد أن يغادر الوسط وما الدور الذي تلعبه المادة لتجعل سرعة الضوء أقن ماذا لو أخبرتك أن العديد من التفسيرات في الإنترنت وفي الكتب تقدم تفسيرات خاطئة وغير مقنعة في هذه الحلقة من تبسيط مفاهيم الفيزياء سوف نستوضح الأمر بشكل علمي ونوضح هذه التفسيرات الخاطئة ونبين لماذا هي خاطئة ونقدم حقيقة ماذا يحدث للضوء عندما يعبر إلى وسط شفاء والسبب الذي يجعله يطباطى وكالمعتاد سوف نستذكر الكثير من المعلومات الفيزيائية من خلال ربط المفاهيم الفيزيائية للوصول إلى الإجابة الصحيحة والمقنعة ابقوا معنا للوصول إلى التفسير العلمي الصحيح لسبب تباطى الضوء عندما يعبر في الزجاج أو الماء أو أي وصم شفاء نعلم أن سورة الضوء في الفراغ هي 300 مليون متر في الثانية ولكنها تختلف بشكل كبير في المواد المختلفة فعلى سبيل المثال تكون سورة الضوء في الماء حوالي 225 مليون متر في الثانية وفي الزجاج تكون 200 مليون متر في الثانية ونتيجة لهذا تبدو الأشياء مشوهة عندما ينتقل الضوء من وسط إلى آخر أي شعاع ضوء يسقط بزاوء على سطح وسط شفاف فإنه يغير اتجاهه ونطلق على هذه الظاهرة بانكسار الضوء وأثري هو التشوه الذي ترى من معلوماتنا السابقة نعلم أن كل مادة لها معامل انكسار وهو مجرد مصطلح يشير إلى مقدار تباطع الضوء في ذلك المادة ويرمز له بالرمز إن ودائما ما يكون أكبر من الواحد لأنه يمثل النسبة ما بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعة الضوء في الوسط وضعت أمامكم جدولا لقيم معامل انكسار بعض المواد والتي تكون واحد في الفراغ و 31% في الماء وحوالي 1.5% في الزجاج وفي الماس 42 من 10% دعونا الآن نركز على موضوع انخفاض سرعة الضوء في الوسط الشفاف إذا أطلقنا شعاع ليزر على وسط الزجاجي معامل انكساره يساوي 1.5% فإن سرعة الضوء الليزر قبل أن يصل الزجاج تكون 300 مليون متر في الثانية وعندما يصطدن بسطح الزجاج تقل سرعته إلى 200 مليون متر في الثانية وبمجرد خروج الليزر من الجانب الآخر يعود إلى سرعته الطبيعية 300 مليون متر في الثانية ومن الملاحظ أيضا أن الضوء حافظ على اتجاهه وإنه يسير بعد أن يترك الزجاج في نفس الاتجاه تماما أو بشكل نضاق في مسار موازي لاتجاه الضوء الساقط نعم ينحرف المسار قليلا لكن تبقى زاوية السقوط مساوية لزاوية النفاذ من الزجاج والآن يأتي السؤال لماذا يتباطأ الضوء وكيف يمكنه أن يتسارع مرة أخرى عندما يغادر انتشرت هد التفسيرات سمعنا بها في المدرسة أو على صبحات الإنترنت وهي خاطئة من هذه التفسيرات أن الضوء يتشتت بواسطة ذرات مادة الوسط وهذا التشتت ناتج عن استضام الضوء بالذرات وينحرف بزاوية ثم يصطدم مع ذرة أخرى وينحرد بزاوية مختلفة وهكذا إن الضوء يسافر دائما بين الضرات بسرعة الضوء في الفراغ وإن دور الضرات الوسط هي تشتيت الضوء وتأخيره ليأخذ وقتا أطول مما كان سيستغرقه فيما لو كان يتحرك في الفراغ أو لو كان يتحرك في الوسط في مسار مستقيم وعندما نقول إنه استغرق وقتا أطول فكأننا نقول إنه يسير بشكل أبطأ وهذا تفسير معظم الناس للسرعة الأبطأ للضوء في الماء أو الزجاج ولكنه خطأ حيث أن التشتت عملية عشوائية ولا يمكن للضوء بأي حال من الأحوال أن يتشتت بنفس الزاوية وأن يسلك نفس الاتجاه الأصلي وإذا كان الضوء يطبط بسبب التشتت على ذرات مادة الوسط لكانت النتيجة هي أن الضوء سيخرج من الزجاج في جميع الاتجاهات وهذا ما لا يحدث لذا يعتبر هذا التفسير خاطئ التفسير الثاني هو أن الضوء لا يتشتت بل يتم امتصاصه من قبل ذرات الوسط ومن ثم ينبعث مرة أخرى من الذرات التي امتصطن وتتكرر عملية الامتصاص والإنبعاث والوقت الذي تستغرقه الضرة في عملية الامتصاص والإنبعاث هي ما تجعل الضوء يتأخر ويبطئ من سوعته وبالرغم من أن هذه العملية مقنعة وكثيرا ما وردت في الكتب إلا أنها خاطئة أيضا ولنرى لماذا؟ تكمل المشكلة في هذا التفسير في أن الضر التي تمتص فوتون لا تتذكر من أين جاء الفوتون وكيف كان اتجاهه وعندما ينبعث الفوتون يكون في أي اتجاه وبالتالي نتوقع في حالة الامتصاص والإنبعاث أن نرى شيء كهذا وهذا ما لا يحدث في الواقع ما الذي يحدث حقا داخل مادة الوسط وما هو التفسير الفيزيائي لتباطئ سرعة الضوء في الماء أو غيرها من المواد المختلفة وقبل أن أقدم الإجابة أود أن تلاحظ عديزي المشاهد أن ما ورد في التفسيرات قد اعتمدت على التعامل مع الضوء بطبيعته الجسيمية وما سأقدمه من تفسير سيكون معتمدا على الطبيعة الموجية للضوء ولكن في البداية سوف نستذكر بعض الخصائص الموجية مثلا الخاصية الأولى وهي أن الموجة تتذبذب للأعلى وللأسفل والمسافة بين القمم المتتالية تعرف بالطول الموجي ومعدل تكرار هذه القمم في الثانية يعرف بالتردد وكلاهما يحدد خصائص الموجة أما الخاصية الثانية للأمواج هي أنها تتدخل أو بمعنى أدق أنه يمكن جمع الأمواج والجمع يتم من خلال جمع سعاتها حسب طور كل موجة فإذا كانت قمم الموجتين متطابقتين أي المتوافقتين في الطور أو فرق الطور بينهما يساوي سفر نحصل على موجة ذات قمة أعلى أو سعة أعلى وعندها يكون هذا تدخل مبنى وإذا كانت قمة موجة تتطابق مع قاع الموجة الثانية أي أن فرق الطور بين الموجتين يساوي 180 درجة فإن الموجتين تلغيان بعضهما البعض ونحصل على تداخل هدام والخاصية الثالثة إذا كانت إحدى الموجتين لها طول موجي مختلف عن الأخرى فإن حاصل جمع الموجتين يعطي شكل موجي غير منتظم لوجود تغير مستمر في الطور بين الموجتين الآن ننتقل إلى الضوء والذي هو موجة كهرومغناطسية تتكون من مجالات كهربية ومغناطسية وتنتشر في الفراغ وتسافر هذه الأمواج الكهرومغناطسية بسرعة قصوة وهي 300 مليون متر في الثانية أما في المواد مثل الذجاج والماء تحتوي على جسيمات مشهونة لماذا مشهونة؟ لأنها تتكون من ذرات والذرات تحتوي على بروتولات موجبة الشحنة وإلكترونات ساربة الشحنة هذه الجسيمات تتأثر بالمجالات الكهرومغناطسية المتغيرة وهذا شيء نعرفه من معادلات ماكسويل لذلك عندما يسافر الضوء عبر أي وسط شفاف مثل الذجاج أو الماء أو الهواء تبدأ ذرات الوسط في التذبذب والاهتزاز متأثرة بالمجالات الكهرومغناطسية للضوء الصابت عليها ونحن نعلم أيضا من ماكسويل أن الحركة التذبذبية للشحنات الكعربائية تولد مجالات كهرومغناطسية لذلك يمكننا أن نقول أن حركة إلكترونات ذرات مادة الوسط الشفاف تتسبب في انبعاث ضوء خاص بها سنقول عنه موجات كهرومغناطسية مستحثة كل موجة ضوئية مستحثة تسير بسرعة الضوء وما نراه بأعيننا ليس هذه الموجات الضوئية الفردية المستحثة بل موجة ضوئية مجمعة أو محصل التداخل موجة الضوء الصابت على الزجاج وموجة الضوء المستحثة نظرا لتداخل الموجات الضوئية المستحثة مع شعاع الضوء الصابت على الوسط الشفاف تكون النتيجة لهذا التداخل موجة ضوئية مجمعة وإن الموجة الضوئية المجمعة في الزجاج والماء تسير بشكل أبطأ أي أقل من سرعة الضوء في الفراغ ويمكنك أن ترى كيف يحدث ذلك في الرسم التوضيحي الموضح هنا وتسمى هذه السرعة بسرعة المجموعة ولمن يريد البحث أكثر في الإنترنت يبحث عن كلمة group velocity أي سرعة المجموعة ولذلك السرعة الظاهرة للضوء في الوسط الشفاف أي ما نراه بعيننا هي سرعة المجموعة أو سرعة الموجة المجمعة التي تكون أبطأ من سرعة الضوء في الفراغ ومع أن جميع الأمواج الكهروماتسية لا زالت تسير بسرعة الضوء في الفراغ إلا أن الموجة المتداخلة هي التي تتحرك بسرعة أبطأ وهذا هو السبب في أنه لا يحدث أي تسارع أو زيادة في سرعة الفوتونات الفردية بعد مغادرة الضوء للماد لأنه في الواقع كانت تسير بالسرعة القصوى طوال الوقت وكل ما يحدث هو تدافل مع موجة كهروماتسية مستحفة في الوسط الشفاف وبعد أن خرج الضوء لم يعد للموجة الكهروماتسية المستحفة أي تسير ودعوني أؤكد لكم أن الضوء يتحرك بنفس سرعته في الفراغ حتى وهو في داخل وسط شفاف فنحن نعلم أن أي وسط يتكون من ذرات وإذا انتقلنا داخل الذرة نرى أن الذرة هي في الأساس عبارة عن حجم فراغ كل كتلة الذرة مركزة في النواة الصغيرة في المركز ولإعطائك فكرة عن مدى صغر النواة بالنسبة للمادة تخيل أن الذرة بحجم ملعب كرة قدم ستكون كل كتلة هذا الملعب مركزة في نواة بحجم حبة رمل وبقية الذرة ستكون فارغة تماما لذا من المنظور المجهري الذرة مجرد فراغ وبالتالي من منظور الضوء المادة هي دائما فراغ سواء كنت تتحدث عن الزجاج أو الماء أو أي مادة أخرى الضوء سيكون دائما مسافرا في الفراغ وبالتالي سرعة الضوء لن تتغير أبدا لأنها دائما تسافر في الفراغ وإن الضوء لا يتأخر في الوسط بسبب التصادمات مع ذرات الوسط بل بسبب أن موجة الضوء الكهرماطسية تستحث موجة الضوء أخرى تتداخل معها وتتحرك كمجموعة موجية بسرعة أقل من سرعة الضوء الفعلية هذا هو التفسير الأضق لسبب تباطل الضوء عند عبوره في المد والآن عزيزي المشاهد قد يتبادر إلى ذهنك ما سبب حدوث الانكسار بمعنى خروج الضوء من المادة مزاحا عن امتداز سقوطه الأصلي معك حق فهو أيضا سؤال يحتاج إلى توضيح وتفسير اكتب التفسير في التعليقات آمل أن يكون هذا الفيديو قد عجبك وأضاف المزيد من التفسير والتوضيح لدقة الفيزياء في تفسير الأشياء من حولنا أرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وحتى نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته